فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فيروس كورونا الجديد الذي خلق حالة من الهلع لدى السلطات الصحية في الصين يعتقد أن نوعا من الفئران نقله للصينيين مع بداية عام الفأر حسب التقويم الصيني حصد الفيروس أرواح عشرات منذ أن اجتاح مدينة أوهان جنوب البلاد قبل أسبوعين ليبدأ بالانتشار في أرجاء البلاد كلها وحرم السكان من الاحتفال بعامهم القمري الجديد بعد قرار السلطات الصينية إلغاء احتفالات هذا العام وحثت السلطات المواطنين على التزام بويوتيم في محاولة منها للسيطرة على الفيروس على الناس في جميع أنحاء البلاد إدراكوا أنه من الأفضل أن يبقوا في منازلهم أود تأكيد أهمية انتشار ثقافة الكمامات إذا تعاوننا جميعا فيمكننا احتواء الفيروس في ووهان ومنع انتشاره على الصعيد الوطني في صور تناقلها صينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألم يتسنى التحقق من صحتها ظهر مواطنون يتساقطون في شوارع المدينة المنكوبة قيل إنهم مصابون بالفيروس لكن المؤكد أن مستشفيات مدينة ووهان لم تعد قادرة على استيعاب من ظهرت عليهم أعراض المرض ما دفع الحكومة المحلية للبدء في بناء مستشفى خلال ستة أيام بسعة ألف سرير نشعر أن مكافحة الفيروس ليست كما يجب وأنا خائفة من العدوى لا أعلم حققة الأرقام والمعلومات حول الوباء غير شفافة أعلنت الصين إحدى عشرة مدينة بما في ذلك مدينة ووهان التي يقطنها ستة وعشرون مليون نسمة مناطق مغلقة يمنع الدخول إليها والخروج منها في محاولة لمنع انتشار أخطر فيروس يجتاح الصين منذ فيروس سارس قبل 17 عاما بينما يعتقد كثيرون أن مصدر فيروس كورونا المنتشر حاليا في الصين يعود إلى نوع من الحيوانات تثار أسئلة كثيرة بشأن أعداد المصابين بالفيروس كما أن طبيعة ومعدل انتقال العدوى ما زالا دون إجابة ما يجعل خطر التساع دائرة انتشار المرض أكثر احتمالا ناصر عبدالحق الجزيرة بيجين ترجمة نانسي قنقر